كل قانون يحتاج إلى ضمانة إجرائية الآن إذا مشرع في الشارق أو في الغرب يجي يكتب مجموعة من القوانين وما بها أي ضمانة إجرائية يخلي قوانين المرور بدون أي ضمانة بدون غرامة ينجح هذا القانون ما ينجح أكو بحث المتتلمون عدهم في قاعدة اللطف بحث طويل يقولون الآن بعباراتنا هم يستخدمون عبارات ثانية أن محركية القانون بالوعد والوعيد إذا ماكو وعد ووعيد القانون مو محرك ما إلى محركية ما إلى باعثية فإذا فرضنا في ظل هذا النظام وجد قاتل في المحلة الآن إذا في هاي المحلة اللي إحنا نعيش فيها وجد قاتل وما إلى أي عذور نخليها الشكل الغرب الآن يخليها الشكل بعد واحد ما يتمكن ينام إذا وجد والعياذ بالله معتدي على الأعراض في المحلة والقانون يترك بعد واحد يتمكن ينام بالليال في بيته ما يتمكن لابد أن يكون هناك قانون العقوبات فإذا قانون العقوبات رحمة للمجتمع هذا باب التزاحم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والرحمة تقتضي تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد ترجمة نانسي قنقر